موسيقى يا صباحات المحبة والأخوة ومشاهدين الأحبة من هنا إلى مدرسة أحمد بن ماجد بولاية السيب بمحافظة مصقط للحديث حول العمليات التجربية لتقويم أداء المدارس هذه المهمة الجديدة مع الزميل محمد بن عبدالله المهري من هناك صباح الخير محمد وأهلا وسهلا بك أنت وضيوفك الأكارم نهار سعيد لكم ولك الكلمة والصورة صباح الخير وصباح الخير أيضا لكل المشاهدين الكرام اليوم نتحدث أيضا عن تجارب عملية أيضا تقوم بها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمية ممثلة في مركز ضمان الجودة ضمن الجودة أيضا فيما يتعلق بالأداء المدرسي هذه العمليات أكيد كان فيها كثير من الزيارات الميدانية المختلفة اليوم عندما نتحدث مشاهدين الكرام عن تقويم الأداء المدرسي فهناك آليات مختلفة آليات معينات أيضا لتقويم أداء المدرسة وبالتالي التأكل من أهمية قيام أيضا القائمين على العمل التعليمي من أداء هذه المهام وبالتالي مخرجات التعليم تكون بالكيفية التي أكيد هي مهمة جدا أيضا لتشريب هذه المعارف لأبناءنا وبناتنا الطالب والطالبات في مختلف مدارس المحافظات التعليمية هنا في مدرسة أحمد بن ماجد الخاصة هنا في محافظة مسقط وتحديد في ولات السيب كانت هناك أيضا تجارب مختلفة أيضا في البيئة المدرسية تعالوا نتعرف على كل هذه التفاصيل من خلال أيضا ضيوفي بداية يسرني أن تكون ضيفتي الأستاذة محفوظة بن تراشد بن حمد البلوشية وهي أخصائي أول ضمان جودة بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بداية أستاذ محفوظة نقولك صباح الخير وراحب فيك في وقهة صباح صباح النور أهلا وسهلا بكم وشكرا اهتمامكم بموضوع تغطية المرحلة التقريبية لضمان جودة التعليم المدرسي اليوم كانت هناك خطة زيارات مختلفة اجتملت على مجموعة من المحافظات وأكملتم أيضا أربع محافظات تعليمية اليوم عندما نتحدث عن تقويم الأداء المدرسي من خلال هذه المرحلة التجربية كيف تقييم المبدئي أستاذ محفوظة؟ طبعا نحن هذه المرحلة قاد بناء على ما تم إنجازه مسبقا بخصوص إعداد الإطار نظام تطوير الأداء المدرسي الآن وصلنا إلى مرحلة تقريب هذا الإطار هل هو فعلا موائم لما هو موجود في السلطنة؟ هذا الإطار طبعا عرفنا سابقا أنه تم بناءه بعد مراقعة أطر عالمية وأطر دولية وأقليمية فبالتالي الآن نبدأ في المرحلة التقريبية بحيث نتأكد هل هذه المجالات التي تم وضعها في الإطار هي متناسبة مع وضع مدارس السلطنة؟ بالفعل كما ذكرت سابقا أن هذه المرحلة التقريبية استهدفنا فيها في البداية مرحلة تدريب لمدراء المدارس ولمراجعين ورؤساء الفرق والآن بدأنا نذهب إلى المدارس وندخل في المدارس فاخترنا أربع محافظات بواقع عشر مدارس هذه المحافظات كانت شمال البواطنة والداخلية ومسندم وكذلك طبعا مسقط والداخلية هذه المرحلة بالفعل كانت مثرية بالنسبة لنا الأسبوع الماضي خرقنا بمجموعة من التقارير هذه التقارير أيضا محتعة للمجموعة من الأدلة هذه التقارير وهذه الأسبوع أيضا ما زلنا نستكمل فيها هذه التقارير إن شاء الله ستكون مدعومة ببيانات كبيرة وهائلة تساعدنا نحن كالهيئة العمانية الاعتماد الأكاديمية وكمركز ضمان قودة التعليم في التأكد من الأدوات المستخدمة في ضمان القودة أيضا ستساند إن شاء الله أصحاب القرار في اتخاذ القرارات اللازمة لبناء هذا الإطار ولتطوير أيضا قودة التعليم داخل المدارس سؤالنا الأخير ستادة محفوظة فقط فيما يتعلق بهذه التوأمة والتكامل بين الهيئة العمانية الاعتماد الأكاديمية وممثلة أيضا في مركز ضمان قودة التعليم المدرسي ووزارة التربية التعليم هناك قهود قبارة حقيقة ويعني قهود نشكر فيها وزارة التربية والتعليم لأنها هي الداعم الأساسي أيضا وهي المحركة الأساسي لعمل لعمل مركز ضمان قودة التعليم المدرسي فهناك لقان منبثقة وتم تشكيلها هذه اللقنة تعمل بالتشارك بين الهيئة وبين الوزارة التربية والتعليم من خلالها إلى الآن تم تحديد المدارس للتقريب تم وافاتنا بمجموعة كبيرة من المراقعين وإن شاء الله سيكون هذا التوأمة بشكل كبير وأوسع إن شاء الله وصل على حياة أكبر إذن أستاذ محفوظة بنت راجد بن حمد البلوشية أخصائي أول ضمان جودة بالهيئة العماني للاعتماد الأكاديمي وتحديدا مركز ضمان جودة التعليم المدرسة نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى أيضا هذه المخرجات أيضا مثل ما ذاكتها أن تصل إلى أصحاب القرار وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لضمان أيضا جودة التعليم في مدارسنا العماني شكرا جزيلا لك إن شاء الله شكرا شكرا مدرسة أحمد بن ماجد أيضا كانت محط لهذه التجربة أيضا العملية وللحديث عن هذا الموضوع سأكون ضيفتي لأستاذ أمل بنت محمد الزجالي وهي مساعدة مدير مدرسة أحمد بن ماجد الخاصة سيدة مصباح الخير سباح النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدة أمل أنتم شركاء كمدارس خاصة والمدارس الحكومية أيضا اليوم أيضا الإخوة في الهيئة العماني للاعتمد الأكاديمي من خلال مركز ضمان جودة تعليم المدرسة يقومون بأدوار مختلفة وبالتالي ليصلوا إلى هذه القاعدة أيضا من خلال الفرضيات من خلال الاستنتاجيات وبيانات مختلفة عن تقويم أداء المدرسة تقويم أداء طالب أيضا المدرسة أنتم ليوم شركاء كيف وجدتم هذه التجربة وأنتم أيضا أحد محطات هذه التجارب العملية بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكر لتنظيم هذا اللقاء وسعدنا كثيرا بهذا المشروع لطرحته الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة أداء المدارس أو ضمان جودة التعليم سعدنا بكون أن فيه راح تكون استفادة كنا من إحدى المدارس اللي رشحت لتجريب الفترة التجربية لتطبيق هذا النظام هذا راح يكون فيه استفادة للطلبة للمدرسة لتجويد العمليات وتطويرها من جهة أخرى التقينا بالفريق الزائر وبصراحة نشهد له بالحرفية في العمل المنهجية اللي تم اتباعها في عمليات الوثائق المطروحة كيفية جمع البيانات كيفية أصدار الحكم هذا عطاني ثقة من الأحكام اللي راح تصدر من هالفريق فيها مصداقية فيها موضوعية حقيقية في نقطة أيضا أحب أشيد فيها الهيئة العمانية الاعتماد الأكاديمي لما طرحتها الموضوع صلاحية الاعتراض هذه عطتني أنا كمدرسة أن المشروع نفسه هذا التقويم الأداء المدرسي في نوع من العلمية التطبيق العلمي ذاته أهداف ما تنصب فقط لمصلحة الطالب والأولياء الأمور ولكن حتى للمدرسة نفسها فالمشروع رائع جدا التجربة اللي خضناها استفدنا منها كثير والفرصة لكوننا من المرشحين في هذه التجربة راح تفيدنا بإذن الله تعالى وأنتم سيد أمن شركاء أكيد في عملات التطبيق وبالتالي كل هذه التجارب وهذه المراحلة التجربية هي في الأخير خلاصة أيضا لمعارف وآليات وقوانين مختلفة تنصب أيضا في الأخير في مصلحة طلابنا وطالباتنا في المدارس الحكومية والخاصة شكرا جزيلا لك الأستاذ أمن بنت محمد الزجالي وهي مساعدة مدير مدرسة أحمد بن ماجد الخاصة فأنا لكم كل التوفير شكرا لكم شكرا إذن مشاهدين الكرام نتحدث عن مراحل تجربية من خلال الهيئة العماني للأعتماد الأكاديمي ممثلة في مركز ضمان جودة التعليم المدرسي الجميل أيضا في هذه العمليات أنها فيها حوكمة عندما نتحدث عن الهيئة العمانية للأعتماد الأكاديمي هي مستقلة وبالتالي عندما تزور كل هذه المدارس عندما تقوم بكل هذه التقارير المختلفة وخلاصة هذه التقارير وبالتالي هي تحدد أيضا ملامح الملامح القادمة أيضا لتقويم أداء الطلبة والطالبات نتمنى لكل أبناء الطلبة والطلبة كل التوفيق شكرا للهيئة العمانية لأعتماد الأكاديمي شكرا أيضا لوزارة التربية التعليم وشكرا لكل المدارس التي كانت شريكا وداعما أيضا أساسيا في ترجمة هذه التجارة بلا واقع ملموس هكذا نكون معكم في هذا الصباح في نهاية الأسبوع نتمنى لكم دائما قضاء أوقات ممتعة في هذه الأجواء أكيد التي تشد السلطن في الأيام الماضية من خلال الأمطار أيضا وهذه الأجواء الجميل نتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة ومفعمة أيضا بالأمال والحب أيضا والاستمتاع بكل هذه الأجواء أكيد مباشرة للستوديو وما تباقى من هذا الصباح وقهوة الصباح إليكم أمين يا رب وكل شكر لك أيضا الزميل محمد بن عبدالله المهري إذن مشاهدين الأحبة في ختام هذه الحلقة مثل ما ذكر الزميل محمد المهري بأن الأجواء الآن أصبحت من أفضل الأجواء التي ممكن بإذن الله تعالى تقض فيها أجمل الأوقات برفقة الأهل والأحباب والأصحاب إجازة نهاية أسبوع سعيدة نتمنها لكم بإذن الله تعالى كونوا بخير نلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الزمان والمكان إلى ذلك الحين في أمان الكريم